جوابه حمير الشيعة معقولة علماء الشيعة من ذاك اليوم لهذا اليوم ما يعرفون والسائج الغزي يريد يقول لنا أنتم مو على دين العترة الطاهرة أنتم على المذهب الطوسي معقولة لا شأن لكم بالغزي الغزي لا قيمة له ماذا تصنعون مع هذه الحقائق أنتم والحقائق لا شأن لكم بالغزي الغزي لا قيمة له إنه رقم طارئ يأتي ويذهب لكن الحقائق تبقى القيمة ليست للغزي القيمة للحقائق الحقائق تحمل قيمتها في نفسها ماذا تعملون وماذا تفعلون مع هذه الحقائق العباسيون استعملوا الخداعة في كل جزء من برنامج حركتهم قبل أن يصلوا إلى الحكم وكذلك بعدما وصلوا إلى الحكم قبل أن يصلوا إلى الحكم كانوا يدعون إلى الرضا من آل محمد ويتحدثون عن ظلامة علي وآل علي ويطالبون بثاراتهم وإنهم لبسوا السواد شعارا للطلب بثار الحسين الحكاية الحكاية مفصلة حتى هذه الأسماء السفاح المنصور إلى بقية الأسماء الأخرى استعملوها لتضليل الناس وخداعهم هذه الأحاديث التي تنتشر في كتب أتباع سقيفة بني ساعدة من أن المهدية اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي هذه أحاديث العباسيين الدوانيقي الذي لقب نفسه بالمنصور اسمه عبد الله سمى ولده محمدا المهدي ووضعوا له هذه الأحاديث من أن المهدية اسمه اسمي هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله افتراء عليه اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي لأن الخليفة العباسية المنصور اسمه عبد الله وسمى ولده محمدا المهدي حكاية لها تفصيل كثير لست داخلا في تجاويفها إنما أشير بشكل سريع إلى ثلاث لقطات خاطفة اللقطة الأولى حاولوا أن يلعب على أئمتنا ولاية العهد لإمامنا الرضا هي لعبة من المأمون الإمام وافق مكرها واشترط شروطا على المأمون وفي نهاية الأمر المأمون قتل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لكن الإمام وظف تلك الفترة القصيرة حتى انتشر التشيع في إيران بشكل واضح مدينة قم إذا أردنا أن نحدد زمان علو شأنها كان ذلك في هذه الفترة القصيرة التي عاشها إمامنا الرضا في خراسان على شأن مدينة قم في تلك الفترة وصارت رمزا للشيعة زمان الأئمة وبعد زمان الغيبة حينما أقول زمان الأئمة أتحدث عن زمان الحضور وإلا فالزمان كله زمانهم ونحن نعيش الآن في زمانهم لكننا نعيش في زمان غيبتهم وكنت أتحدث عن زمان حضورهم صلوات الله وسلامه عليهم على أي حال هذا موضوع مفصل إذا أردت أن أخوض في الذي استطاع أن ينجزه إمامنا الرضا في هذه الفترة الزمانية القصيرة المأمون استشعر ذلك ولذا فإنه قتل الإمام الرضا المأمون كان يخطط لعدة أهداف لو كان البرنامج للحديث عن هذا الموضوع لا أسهبت لكم في الكلام لكنني جئت بهذه الواقعة لقطة خاطفة فكل خداعهم وكل مكرهم وظفوه باتجاه الشيعة إلى الحد الذي أخذوا يلعبون على أئمتنا وما ولاية العهد التي فرضها المأمون فرضا على إمامنا الرضا صلوات الله عليه إلا صورة من هذه الصور التي أحدثكم عنها ثم هناك لقطة أخرى بعد أن قتلوا إمامنا الحسن العسكري لقد فعلوا الأفاعيل ووضعوا المخططات لأجل إلقاء القبض على إمام زماننا كي يقتلوه فعلوا الأفاعيل حكاية العباسيين مع عائلة إمامنا الحسن العسكري حكاية مفصلة استعملوا فيها أساليب الدهاء وأساليب المكر وأساليب الخداء إلى أقصى ما يتصور المتصور ولقطة ثالثة نقابة الطالبيين بعد أن امتد الزمن اخترعوا نقابة الطالبيين لأجل أن يحيدوا الطالبيين ونجحوا جعلوا الصراع فيما بين الطالبيين أنفسهم الشريف الرضي على سبيل المثال أيام نقابته كان في صراع محتدم مع أخواله حول النقابة وحول منافع النقابة لأن العباسيين أجزلوا في العطاء وقدموا الكثير لنقيب الطالبيين وليس للطالبيين للنقيب فقط قدموا له الكثير ووضعوا الكثير من التشريفات لصالحه لأجل أن يظهر أمام الناس على أنه مسؤول كبير جدا وهو في الحقيقة جلواز عند العباسيين بمثابة كلب في ساحة خدمتهم يحققون عبره أهدافهم هذا هو الذي حدث قبل أن يؤسس النقابة للطالبيين أسس النقابة للعباسيين لخداع الطالبيين ونقابة العباسيين لم تكن مهمة ولذا لم يذكر عنها الكثير في كتب التأريخ أكثر الحوادث والوقائع ترتبط بنقابة الطالبيين منذ أن أسس العباسيون نقابة الطالبيين تخلصوا من معارضة الطالبيين لهم وصارت المعارضة فيما بينهم وصارت المشاكل السياسية الاجتماعية المالية فيما بينهم فيما بين الطالبيين أنفسهم لقطة أخرى تحديد المذاهب الشرعية الرسمية في زمان العباسيين كان هناك الكثير من المذاهب من مذاهب سقيفة بني ساعد هناك الكثير من المذاهب لكنهم ضمن برنامج وضعوه حددوا المذاهب الأربعة وتوجهوا إلى الشيعة بطريقة شيطانية خبيثة أن أسسوا لهم مذهبا بنحو يرضي الشيعة وكأنهم مظلومون هجموا أكثر من مرة على دار الطوسي وأحرقوا كتبه أكثر من مرة أولا لإحراق كتب الشيعة وثانيا لإظهار مظلومية الطوسي لكن أحدا من الذين في بيت الطوسي لم يتعرض لأذن الذي يبدو أنهم كانوا على علم يكونون وقت الهجوم على البيت خارج البيت حكاية مدبرة بليل إلى أن ضغطوا على الطوسي بحسب الظاهر في بغداد كي يجبر للخروج من بغداد ويكون ذلك عذرا له عند الشيعة ويجدون في ذهابه إلى النجف مفخرة لهم في جوار أمير المؤمنين كي يؤسس لهم حوزة ومرجعية هناك لكن أحدا من العباسيين لم يؤذه بشيء بالعكس وفروا له ظروف الأمان الكاملة وأدل دليل حينما جاء جيش السلاجقة لمحاربة البساسير حاربوا البساسير وقتلوه وهجموا على الكوفة وفعلوا ما فعلوا فيها لكن أحدا منهم لم يقترب من النجف لماذا ألا يفترض أن يهاجم النجف قبل الكوفة لأن رئيس الشيعة هناك ولأنهم ما استطاعوا أن يمسكوا به في بغداد فلجأ إلى النجف وأسس حوزة ورتب أمورا وصار ما صار له من كيان ومرجعية في النجف لماذا لم يتعرض له إذا كانوا على عداء معه سأحدثكم عن هذه الملابسات التاريخية في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى لقطات تشير إلى خداع العباسيين وإلى دهائهم فجاء المذهب الطوسي في هذا السياق وبقيت الشيعة مخدوعة بمكر وخداع العباسيين إلى هذه اللحظة نحن خداعنا العباسيون القدماء وخداعنا العباسيون عبر القرون الماضية الذين ورثوا المذهب الطوسية عن الطوسي العباسي الخبيث وخداعنا أيضا العباسيون الجدد المرجعيات العباسية والأحزاب العباسية أيضا جميعهم خداعنا ولازلنا نعيش هذه الخديعة الكبرى الشيعة حالهم ما تحدثنا الآيات في الكتاب الكريم في سورة الزخرف في الآية الثانية والعشرين بعد البسملة وما بعدها بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون جوابه حمير الشيعة معقول علماء الشيعة من ذاك اليوم الهذا اليوم ما يعرفون والساعج الغزي يريد يقول لنا أنتم مو على دين العترة الطاهرة أنتم على المذهب الطوسي معقول لا شأن لكم بالغزي الغزي لا قيمة له ماذا تصنعون مع هذه الحقائق أنتم والحقائق لا شأن لكم بالغزي الغزي لا قيمة له إنه رقم طارئ يأتي ويذهب لكن الحقائق تبقى القيمة ليست للغزي القيمة للحقائق الحقائق تحمل قيمتها في نفسها ماذا تعملون وماذا تفعلون مع هذه الحقائق بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون هذا جواب الذين كانوا أيام النبي القرآن يبين لنا المسيرة الإنسانية على هذه الأرض وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون الشيعة في زماننا كافرون كافرون ببيعة الغدير لأن المذهب الطوسي ناقض لبيعة الغدير وأول معلم من معالمه نقض بيعة الغدير وقد عرضت الحقائق بين أيديكم من خلال تفسير التبيان إنه التفسير المركزي للمذهب الطوسي القذر في سورة المائدة في الآية السابعة والستين بعد البسملة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الناقضون لبيعة الغدير كافرون أقرأ الآيات مرة أخرى عليكم من سورة الزخرف هذا كلامهم وجوابهم زمان النبي بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون القرآن يعلق على هذا الجواب وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مختدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون في سورة الإسراء إنها الآية الخامسة الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذه قوانين الله هذه سنن الله التي لا تبديل لها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا الخطر هنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا هذا التدمير قد يكون ماديا مثلما عذبت أقوام في سالف الدهور وقد يكون معنويا مثلما يجري في هذه الأمة في أحزاب الضلال منذ سقيفة بني ساعدة وإلى سقيفة بني طوسي وإلى العباسيين الجدد في أيامنا هذه وما كان بين كل تلك المحطات من ضلال وتيه مضاعف مثل ما حدثنا أمير المؤمنين عن تيه شيعته المضاعف الذي يكون أضعاف تيه بني إسرائيل هذه قوانين الله من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرها هذه الآية تتحدث عن الوجه الخفي لأحداث الحياة ولحركة التأريخ هناك وجه خفي وراء كل هذه الوقائع نذهب إلى فاصل في سورة الأعراف في الآية الثامنة والأربعين بعد المئة بعد البسملة حدث مهم لا أريد أن أطيل الوقوف عنده إنما أريده لكم مثالا على ما تقدم الحديث عنه في الآيات قبل قليل واتخذ قوم موسى من بعده من بعده من بعد أن ذهب إلى الميقات واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار واقعة السامري وما صنع لهم من عجل من عجل ذهبي واتخذ قوم موسى من بعده من بعد أن ذهب إلى ميقاته من حليهم من الذهب والمجوهرات التي عندهم عجلا جسدا له خوار الخوار هو صوت العجل خار العجل ظهر صوته الحيوانات لأصواتها أسماء مثلما نقول عن زقزقة العصافير وعن فحيح الأفاعي وعن صهيل الخيول وعن 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 صوت العجل يقال له خوار فكان هذا الصنم المصنوع من الذهب يصدر صوتا كصوت العجول الحية التي تتحرك على الأرض هذا جعل اليهود يقدسون هذا الصنم أضحوكة أضحوكة موسى النبي بكل معجزاته وهارون الذي كان معهم شقيقه هو موسى أيضا هارون كان موسى مثلما كان موسى هارون رفضوا كل ذلك وذهبوا وراء السامري الذي كان عالما من علماء بني إسرائيل فأضلهم أضلهم بهذه الطريقة الشيطانية وخروا سجدا لذلك العجل لماذا لأنه يصدر خوارا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار أقرأ عليكم من تفسير العياش وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية هذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلم وهذا هو الجزء الثاني في الصفحة الثانية والثلاثين إنه الحديث التاسع والسبعون بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول في قول الله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار فقال موسى يا رب يا رب ومن أخار العجل وفي بعض النسخ ومن أخار الصنم يا رب ومن أخار العجل من أخار الصنم هذا صنم جامد من أخاره من الذي جعل فيه هذا الصوت فقال الله أنا يا موسى أخرته فقال موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء موسى موطن الشاهد هنا فقال موسى يا رب ومن أخار الصنم فقال الله أنا يا موسى أخرته فقال موسى إن هي إلا فتنتك هكذا تتحرك الأحداث هناك وجه خفي لأحداث الحياة هناك وجه خفي لحركة التأريخ أقرب لكم الفكرة بمثال إذا كان عندي زجاجة من مربى العنب مثلا أو من مربى المشمش مثلا أو من مربى التين مثلا من هذه المربيات الذي وفر لي هذه الزجاجة وهذه العلبة هو المصنع الذي صنع المربى وعبأه وعبأه في هذه الحاويات هذه طبقة أولى هناك طبقة ثانية سابقة تسبق هذه الطبقة إنه الفلاح الذي زرع الفواكه وثمار وثمار زرعها وزرعها وجناها ووفرها لمصنع المربيات الفلاح ومن معه هذه طبقة ثانية هناك طبقة ثالثة الطبقة الثالثة خصائص الفصول خصائص فصول السنة الأمطار التغيرات التي تحدث في التربة الأملاح والمعادن في الأمطار تختلف من موسم مطري إلى موسم مطري آخر لولا أن يكون هذا موجودا لما وصل المرب إلى يدي هناك طبقات حوادث التعريخ كذلك الوجه الخفي في وجود المربى عندي خصائص الفصول طبائع طبائع المطار خصائص التربة هذا هو الوجه الخفي في وصول زجاجة المربى إلى يدي أحداث التعريخ هكذا تتحقق ما جرى في واقعة عجل بني إسرائيل هناك وجه خفي الله سبحانه وتعالى هو الذي أخار العجل مثل ما قرأت عليكم في الرواية قبل قليل قطعا أخاره بالأسباب هو الذي جعل السامري يجعل هذا الصنم مجوفا وفيه منفذ لدخول الهواء وقروجه وهكذا كان يحدث الخوار الروايات حدثتنا عن ذلك أنا لا أريد الخوض في كل التفاصيل إنما هي لقطات سريعة ترتبط بموضوع حلقتنا هذه في سورة آل عمران في الآية الثامنة والسبعين بعد المئة بعد البسملة وما بعدها ولا يحسب أن الذين كفروا كفروا ببيعة الغدير لأن ألعن الكفر في الكتاب الكريم هو الكفر ببيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالة هناك كفر في مواجهة التوحيد هناك كفر في مواجهة النبوة هناك كفر في مواجهة التوحيد والنبوة هناك كفر في مواجهة القرآن الكفر على مراتب لكن أسوأ مراتب الكفر في القرآن الكفر ببيعة الغدير الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة تخبرنا عن ذلك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته التوحيد والرسالة والنبوة والقرآن كل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة الغدير الكافر بها سيكون كفره أشد من الكفر في مواجهة التوحيد أو في مواجهة النبوة فأسوأ أنواع الكفر الكفر ببيعة الغدير وهذا هو الذي تعهدت به سقيفة بني ساعد بحسبها وتعهدت به سقيفة بني طوسي بحسبها أيضا ألا لعنة وبيلة شديدة أكيدة على سقيفة بني طوسي ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزداد إثمه هذا مصداق من مصادق الإملاء من مصادق الإملاء النفسي إنها حالة نفسية للإنشداد إلى هذا العجل الذي يصدر صوتا كأصوات العجول الحيوانات ما قيمة العجل الحيوان حتى يكون لصنم كأنه عجل من قيمة بسبب أن الهواء يدخل فيه ويخرج منه بتقنية معينة الله جعل السامرية يقوم بها ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزداد إثمه ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب هكذا يتميز الخبيث من الطيب هناك إملاء للذين كفروا ببيعة الغدير وهناك امتحان للذين آمنوا ببيعة الغدير كي يتميز الخبيث من الطيب ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزداد إثمه ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب هكذا نقرأ في غيبة النعماني في الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الخامسة بعد الثلاثمئة إنه الحديث الرابع عشر بسنده بسند النعماني عن علي بن يقطين علي بن يقطين يخبرنا عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه الإمام قال له يا علي يخاطب ابن يقطين يا علي الشيعة تربى تربى بالأمان منذ مئتي سنة منذ مئتي سنة تقريبا لأن إمامنا الكاظمة صلوات الله وسلامه عليه استشهد سنة مية وثلاثة وثمانين للهجرة على ما هو المعروف الشيعة تربى بالأمان منذ مئتي سنة ورواية تشير إلى أن التشيع بدأ مع أول ثانية من ثواني البعثة المحمدية يقطين وهو من رموز الدولة العباسية يقطين والد علي يقول لولده ما بالنا نحن العباسيون ما بالنا قيل لنا فكان أخبرنا من أنكم ستحكمون وحكمنا ما بالنا قيل لنا فكان وقيل لكم من أنكم ستحكمون ولكنكم ما حكمتم هو يشير إلى قيام قائم آل محمد وقيل لكم فلم يكن فقال له علي قال لأبيه لأبيه يقطين إن الذي قيل لكم ولنا كان من مخرج واحد من العترة الطاهرة غير أن أمركم حضر وقته أنتم العباسيون فأعطيتم محضة أعطيتم محضة مثل ما أخبرتم بالضبط فكان كما قيل لكم وإن أمرنا لم يحضر فعللنا بالأمان فلو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى مئتي سنة وثلاثمئة سنة لقست القلوب ولرجعت عامة الناس عن الإيمان إلى الإسلام ولكن قالوا ما أسرعه وما أقربه تألفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج إنه يشرح كلمة إمامنا الكاظم لأبيه يا علي الشيعة تربى بالأمان منذ مئتي سنة يقطين يقول لولده علي نذهب إلى فاصل هناك حادثة مفصلة كان في نية أن أقرأها من كتاب الإرشاد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة لكنني لا أجد وقتا كافيا لقراءتها لأنها طويلة سألخصها لكم هذه طبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير قموا المقدسة الطبعة الأولى ألف أربعمية وثمانية وعشرين هجري قمري الواقعة تبدأ من صفحة أربعمية وثلاثة وتستمر إلى نهاية صفحة أربعمية وخمسة إذا أردت قراءتها فإنني سأحتاج إلى وقت طويل خصوصا فإن بعض الكلمات أحتاج إلى بيان معناها لغويا كي يفهم المطلب سأختصر الكلام مجموعة من شخصيات العباسيين والعلويين من السادة الحسنيين اجتمعوا في منطقة الأبواء في جزيرة العرب أيام حكم الأمويين اجتمعوا لكي يبايع محمد ابن عبد الله المحط عبد الله المحط هو ابن الحسن المثنى والحسن المثنى هو ابن إمامنا الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه فهو مجتمعوا كي يبايعوا محمد ابن عبد الله المحط على أنه الإمام المهدي ودعوا الإمام الصادق لذلك كي يبايعه أيضا الإمام حضر في ذلك المجلس لكنه رفض أن يبايع محمد ابن عبد الله المحط وهكذا قال لهم ووجه الكلام إلى عبد الله المحط إلى والدي محمد هذا الذي يدعون له أنه الإمام المهدي قال لهم لا تفعلوا فإن هذا الأمر لم يأتي بعد إن كنت ترى يخاطب عبد الله المحط إن كنت ترى أن ابنك هذا هو المهدي فليس به ما هو المهدي فليس به ولا هذا أوانه وإن كنت إنما تريد أن تخرجه غضبا لله وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكار فإن والله لا ندعك وأنت شيخنا لأنه كان أسن الموجودين فإن والله لا ندعك وأنت شيخنا ونبايع ابنك في هذا الأمر فغضب عبد الله عبد الله المهض غضب من كلامي الإمام الصادق وقال له لقد علمت خلاف ما تقول ووالله ما أطلعك الله على غيبه ولكنه يحملك على هذا الحسد لابني يقول للإمام الصادق من أنك تحسد ابني الإمام قال له والله ماذا كيحملني ولكن هذا وأخوته وأبناءهم دونكم وضرب بيده على ظهر أبو العباس الذي صار خليفة أول إنه أبو العباس السفاح الذي لقب بالسفاح فقال والله ماذا كيحملني ليس الحسد ولكن هذا وأخوته وأبناءهم دونكم وضرب وضرب بيده على ظهر أبو العباس ثم ضرب بيده على كتف عبد الله بن الحسن وقال إنها والله ما هي إليك ولا إلى إبنيك ولداه محمد وإبراهيم ولكنها لهم للعباسيين وإن ابنيك لمقتولان قتلهما المنصور بعد ذلك مع أن المنصور بايع في تلك الواقعة بايع محمد بن عبد الله على أنه الإمام المهدي بعد ذلك المنصور ادعاها لولده وقال إنها والله ما هي إليك يخاطب عبد الله المهض ولا إلى ابنيك ولكنها لهم للعباسيين وإن ابنيك لمقتولان ثم نهض وتوكأ على يدي عبد العزيز ابن عمران الزهري فقال أرأيت صاحب الرداء الأصفر يشير إلى الدوانيقي يعني أبا جعفر يعني أبا جعفر المنصور فقال أرأيت صاحب الرداء الأصفر يعني أبا جعفر فقال له نعم فقال إنا والله نجده يقتله مع أن أبا جعفر المنصور كان بمثابة خادم عند محمد بن عبد الله كان يمسك له الفرس وكان يسوي ثيابه على رجليه وكان يقدم له حذاءه هكذا كان متواضعا معه وقد بايعه أكثر من مرة على أنه الإمام المهدي الإمام يقول لعبد العزيز ابن عمران الزهري إنا والله نجده يقتله نجده في علمنا فقال له عبد العزيز يقتل محمدا متعجبا قال نعم عبد العزيز يقول فقلت في نفسي حسده ورب الكعبة عبد العزيز الزهري يقول عن الإمام الصادق حسده ورب الكعبة حسد محمدا ابن عبد الله الماحب قال ثم والله ما خرجت من الدنيا هو عبد العزيز يقول حتى رأيته رأيت المنصور قتلهما قتل محمدا وإبراهيم ابني عبد الله المحض وقتل عبد الله المحض أيضا في مصادر أخرى أبو جعفر المنصور يقول حين سمعت صادقهم يقول في ذلك المكان في ذلك المجلس من أن الخلافة تكون لأبي العباس وبعد ذلك تكون لصاحب الرداء الأصفر منذ تلك اللحظة بدأت أختار رجالي يختار الرجال الذين يعتمد عليهم هذا تسريب وهناك تسريب أكبر سربه الأئمة إليهم كتاب عند محمد بن الحنفية إمامنا الحسن أعطاه إياه هذا الكتاب يشتمل على أحاديث عن أمير المؤمنين يتحدث فيها عن قادم الأيام ومن جملة تلك الأحاديث أحاديث تخبر عن نشأة دولة بن العباس وبالتفاصيل الأئمة عالمون بأن هذا الكتاب سيصل إلى العباسيين توثقت العلاقة أيام الأمويين ما بين أولادي محمد بن الحنفية بعد وفاته قطعاً توثقت العلاقة فيما بين أولادي محمد بن الحنفية والعباسيين أولادي عبد الله بن العباس لأنهم كانوا قد اتفقوا على إسقاط الحكم الأموي فسربوا الكتابة وأوصلوا الكتابة إلى العباسيين وطلع العباسيون على التفاصيل ورسموا برنامج عملهم وفقاً لتلك الأحاديث التي تخبر عن مستقبلهم الرسالة التي بعث بها المأمون إلى العباسيين بعد أن جاء بالإمام الرضا من الحجاز الموضوع مفصل إنني أقرأ عليكم من الجزء التاسع والأربعين من بحار الأنوار للمجلس وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثامنة بعد المائتين تبدأ رسالة المأمون إلى أعمامه العباسيين رسالة طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها صفحة مئتين واثنعاش المأمون يقول لأعمامه العباسيين فإذ أبيتم إلا كشف الغطاء وقشر العضاء العضاء نبات صحراوي إذا ما أكلته الإبل فإنها تصاب بألم شديد في بطنها لا تتمكن من هضمه ولا تتمكن من إخراجه من أجوافها فإذا أبيتم إلا كشف الغطاء وقشر العضاء إشارة إلى صعوبة الأمر فالرشيد أخبرني أبوه عن آبائه وعما وجد أو وجد الرشيد المعنى واحد وعما وجد في كتاب الدولة هذا الكتاب الذي تسرب إلى العباسيين من أولاد محمد بن الحنفي والمراد من الدولة ما هو معنى الدولة في زماننا المراد من الدولة الفترة الزمانية التي تكون الأوضاع فيها مناسبة لصاحب تلك الدولة فليس بالضرورة أن تكون الدولة حكومة وإنما يدول الوقت كي يأتي مناسبا هذا هو المراد من الدولة حينما تذكر في الأحاديث والروايات حينما يقولون من أن دولتنا في آخر الزمان يتحدثون عن الفترة الزمانية المناسبة لهم أما معنى الدولة في أيامنا فهذا معنى حديث نشأ في هذا العصر الدولة يعني الفترة الزمانية المناسبة فيمكن أن يكون فيها حكم ويمكن أن لا يكون مثل ما نقرأ في الروايات من أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه له كرات وله رجعات وله دول وهو صاحب دولة الدول فليس المراد من الحديث هنا المعنى المعاصر للدولة والدول وإنما يكون هذا المعنى المعاصر جزءا من معنى الدولة والدول في الروايات فإن الحاكم حينما يكون حاكما يكون الزمان قد جاء مناسبا له لكن معنى الدولة أوسع وأشمل من ذلك أتحدث عن رواياتهم وأحاديثهم الشريفة المأمون يقول لأعمامه العباسيين فإذ أبيتم إلا كشف الغطاء وقشر العضاء فالرشيد أخبرني عن آبائه وعما وجد في كتاب الدولة وغيرها وغيرها من الكتب التي تسربت إليهم أن السابعة من ولد العباسي لا تقوم لبن العباسي بعده قائمة المأمون هو الخليفة السابع الخليفة الأول أبو العباس السفاح والثاني المنصور الدوانيقي والثالث ولده المهدي والرابع موسى الهادي والخامس هارون والسادس الأمين الذي قتله أخوه المأمون والسابع هو المأمون ولذا دعبل يشير إلى هذا المعنى وهو يهجو المعتصم لأن المعتصم جاء بعد المأمون فصار ثامنا ملوك بن العباس في الكتب سبعة ولم تأتي بثامن لهم الكتب كذاك أهل الكهف في الكهف سبعة كرام إذا عدوا وثامنهم كلب وإني لأعلي كلبهم دونك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب ملوك بن العباس في الكتب سبعة فإذا أبيتم إلا كشف الغطاء وقشر العضاء فالرشيد أخبرني عن آبائه وعما وجد في كتاب الدولة وغيرها أن السابع من ولد العباس لا تقوم لبني العباس بعده قائمة يتحدث عن نفسه وفعلا الدولة العباسية بعد المأمونة مزخت بقي الخليفة يحكم في قصره فقط وليس له من سلطة حقيقية على دولته دولة بن العباس انفرط أمرها زمان المعتصر حينما خرج من بغداد وذهب إلى سام الراء بسبب المشاكل التي كانت تواجه حكمه في بغداد فبدأ الانفراط في الدولة العباسية منذ زمن موت المأمون لعنة الله عليه أنا لا أريد أن أقف عند هذه الكلمات وأن أتحدث عن تفاصيلها التي تحققت على الأرض إنما جئت بهذا مثالا من أن الأئمة هم الذين سربوا إليهم هذه المعلومات هذا جزء من منظومة إدارة أحداث الحياة وتحريك حركة التأريخ جزء من الوجه الخفي في الوقائع والأحداث وهذا ينطبق على إمام زماننا أيضا في الأحداث الجارية وفي الوقائع التي تتحقق على الأرض في شرق الأرض أو في غربها مثل ما قال الله لموسى أنا الذي أخرت الصنم أنا الذي أخرته أنا الذي صنعت الخوار فيه لأنهم يستحقون ذلك هكذا تجري الأحداث والوقائع فحينما يسأل سائل أين إمام زماننا من الطوسي الذي أضلنا إمام زماننا لن يتدخل في الموضوع وإذا أراد أن يتدخل فإنه سيتدخل عبر هذه القوانين الأمر راجع إلينا ولذا أقول للذين عرفوا الحقيقة أدركوا أنفسكم إذا أدركتم أنفسكم بأنفسكم فإن الإمام سيدرككم إذا أدركتم أنفسكم بأنفسكم فإن ألطاف الإمام ستكون واصلة إليكم نذهب إلى فاصل هكذا تسير الأمور أقرأ عليكم من حديث إمامنا الصادقي نفسه الذي قرأت عليكم منه قبل قليل فيما يرتبط ببني أمية وبني العباس وكيف أنهم يتابعون برنامج القائم صلوات الله وسلامه عليه بالقتل أو بأي أسلوب آخر أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول وَكَذَلِكَ الْقَائِمُ فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصف الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحس بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم نحن عندنا تجارب شيعية التجربة الشيعية العراقية تمثل مصداقا واضحا وَمُقَرِّباً وَمُقَرِّباً جداً لهذا المضمون الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعيد قراءة كلمات إمامنا الصادق وَكَذَلِكَ القائم فإنه تمتد أيام غيبته لماذا؟ ليصرح الحق عن محضه ويصف الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحس بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم فلا بد أن يخرج من التشيع ما نحن نقرأ في رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي طهران إيران إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي في الصفحة التاسعة والتسعين بعد المائتين إنه الحديث الخامس والثلاثون بعد الخمسمائة بسنده عن علي بن يزيد الشام عن إمامنا الكاظم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليهم ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع ينتحل يعتقد يعتقد التشيع فآيات النفاق والمنافقين في الكتاب الكريم تنطبق على الذين يعتقدون التشيع هل هو تشيع للعترة الطاهرة قطعا لا إنه التشيع للمذهب الطوسي إنه التشيع لمراجع حوزة النجف وكربلاء هؤلاء هم المنافقون المراجع منافقون وشيعتهم منافقون ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع هؤلاء المنافقون نحن نعايشهم الآن في العراق وغير العراق في الأجواء الشيعية إنهم أبناء المذهب الطوسي القذر وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصف الإيمان من الكدر بارتداد كل من كان طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم صلوات الله عليه أمير المؤمنين أخبرنا أنا أقرأ عليكم من الجزء الثامن من الكافي الشريف طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان من الخطبة المرقمة بالرقم الثاني والعشرين أقرأ من الصفحة التاسعة والخمسين أمير المؤمنين يقسم فيقول ولعمري ليضاعفن عليكم التيهة من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل ولعمري ليضاعفن عليكم التيهة من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل وهذا هو الذي نعيشه بسبب مراجع حوزة النجاف وبتعبير أدق بسبب المذهب الطوسي الضال الذي هيمن علينا وهيمن على الواقع الشيعي في شرق الأرض وغربها المذهب الذي يتسيد الواقع الشيعي اجتماعيا سياسيا عقائديا ثقافيا إنه المذهب الطوسي القذر الضال نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر